اكد سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات جاء ضمن منظومة العمل المؤسسي الذي يحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون وهو ما تم تأكيده من خلال سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية التي رفعت مقام البحرين إلى مصاف دول رائدة في احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان وجعلتها سباقة في محوطها العربي والإقليمي في استراتيجية مستمرة ومتطورة لا تتوقف بل تستجيب دوما إلى تطلعات الإنسان البحريني بل وكل من يعيش في مملكة البحرين هذا وأكد سعادة الوزير أن ذلك يأتي ضمن الإطار الأوسع الذي رسخه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال كلمة سعادته في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمانة العامة للتظلمات بمناسبة الذكرى العاشرة على تجشينها تحت عنوان فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء جهزة وهيئات حكومية وطنية من إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات من خارج مملكة البحرين هذا وقد أعلنت الأمانة العامة للتظلمات أن تنظيم هذا المؤتمر جاء لتسليط الضوء على الرياضة البحرينية في مجال عمل مؤسسات أمناء التظلمات كون الأمانة هي الأولى من نوعها ذات الاختصاص النوعية في المنطقة كما يهدف المؤتمر لنقل التجربة البحرينية من النطاق المحلي والإقليمي إلى النطاق الدولي عبر استعراض دور الأمانة في تعزيز الممارسات الاحترافية المسؤولة وتبيان الدور الجوهري للأجهزة التنظيمية والرقابية والآليات الوطنية المستقلة في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات في عدة قطاعات كقطاعي الرعاية والإصلاح إضافة إلى التعريف بالدور البارز للشراكات الدولية وتبادل الخبرات عبر التعاون الإيجابي بين الأمانة العامة للتظلمات والجهات ذات العلاقة محليا ودوليا في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإصلاحية بعد مضي عشر سنوات على إنشاء التجربة الحقوقية النوعية في مملكة البحرين جاءت هذه الوفود الدولية لتشارك البحرين احتفاءها بنجاح وتميز الأمانة العامة للتظلمات بحضور عدد من كبار المسؤولين من القطاعات الحقوقية والعدلية والأمنية في مملكة البحرين والذين أكدوا على دور الأمانة العامة في تعزيز وتطوير العمل الحقوقي على مختلف المستويات نحتفل اليوم بمرور عشر سنوات على تدشين الأمانة العامة للتظلمات وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ونفتخر بأنها أثبتت نجاحها بكسب ثقة الجمهور على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أيضا والحضور الكبير الذي شارك في هذا المؤتمر من خارج البحرين يعكس مدى ثقتهم بهذه المؤسسة وثقتهم بالمشاركة بمؤتمر هام يبين ويعزز نجاح مملكة البحرين في مبادئ وترسيخ حقوق الإنسان طبعا نحن فخورين بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وهذا اندل يدل على مدى دعم الحكومة الموقرة لمسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين حيث تعتبر الأمانة العامة للتظلمات أحد صروح الرائدة في الواقع في مجال حقوق الإنسان بشكل عام طبعا إنجازاتنا كانت الحمد لله يشهد لها والدليل إنشاء هذا المؤتمر أو تنظيم هذا المؤتمر وإقبال عدد من الوفود من مختلف دول العالم ليشاركون قصص النجاح ونتبادل الخبرات ونتبادل التجارب ونستفيد طبعا من من بعض بحيث أن نحن نتقدم للأمانة ونضيف الكثير للأمانة العامة للتظلمات وطبعا لا نقف عند هذا الحد إلى أبد بصمة كبيرة وواضحة وأثر جلي تركته الأمانة العامة للتظلمات في عملها المخلص والمهني في الحفاظ على منظومة العمل المؤسسي الذي يحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون بالتعاون والتشارك مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية العاملة في هذا المجال نعتبر هذا الجيل الجديد من المؤسسات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان من شأنها أن تضيف تراكمات مهمة للأداء المشترك للتعاون العربي وللتعاون المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان من زاوية أخرى تشكل هذه المؤسسات الجديدة آلية مهمة لإشاعة ثقافة الشفافية والتخليق في الإدارة العمومية وبالتالي المساعدة على تحقيق أسس دولة الحق والقانون اليوم الأمانة العامة تظلمت نموذج مشرف لمملكة البحرين نحتفل اليوم بمر 10 سنوات على تأسيس هذه الأمانة وهذه الجهل اليوم الرقابية في مملكة البحرين كانت بالفعل 10 سنوات من الحيادية 10 سنوات من الشفافية 10 سنوات من المصداقية 10 سنوات كسبت من خلالها ثقة الجمهور في مملكة البحرين وأصبحت اليوم الأمانة العامة للتظلمات بيت من بيوت حقوق الإنسان في مملكة البحرين نجاح وتميز الأمانة العامة للتظلمات في أداء عملها خلال السنوات الماضية جاء ليبرهن على خطوات البحرين الرائدة في تطوير وتعزيز القطاع العدلي والحقوقي في البحرين وفق نهج حكيم رسخه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتبقى البحرين كما عهدها الجميع عنوانا للعدالة والتطور والازدهار المستمر عشر سنوات من النجاح والتميز حققت خلالها الأمانة العامة للتظلمات في مملكة البحرين قفزات نوعية في المجالات الحقوقية والقانونية التي يبحثها وينقشها المشاركون في هذا المؤتمر بغية تطوير الخبرات وتبادلها والتوصل إلى حلول تسهم في تطوير العمل في هذا المجال المحوري يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين في البداية أهنئ الأمانة العامة لتظلمات في مملكة البحرين بالذكرى العاشرة على تسيسها وأريد أن أؤكد أن هذه الفعالية في قاية الأهمية والتي تعكس تطور مملكة البحرين في هذا المجال والحرص على داء الأمانة لواجبه على أكمل وجهه بتوجيه سامن من صاحب الجلالة الملك المعظم ومتابعة معالي وزير الداخلية ومن وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية وجود الأمانة العامة لتظلمات وفعاليات عملها أكد أن مملكة البحرين رائدة في هذا المجال وندعم ما تقوم به الحكومة لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتفعيلها يحصل المواطنون على حقوقهم كاملة وهذا ما نراه فعلاً ونلمد أشكركم على دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر اليوم حيث يعد هذا المؤتمر في غاية الأهمية ويجمع الخبراء المختصين في مجال حقوق الإنسان من حول العالم لمناقشة تطوير عمل مكاتب وهيئات التظلمات بالإضافة إلى دورهم في تعزيز حقوق الإنسان يعد هذا المؤتمر في غاية الأهمية حيث سيساهم في نشر الدراسات والممارسات الحديثة في مجال عمل مكاتب التظلمات كما سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلغاريا والبحرين ونسعى إلى العمل على تطوير التعاون المشترك في هذا المجال أود أن أعبر عن شكري إلى الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين وسعيد بوجودي هنا اليوم وبمشاركة الأكاديمية يعد هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات في هذا المجال ويوفر فرصة للاستماع لخبرات العديد من الدول والمشاركين في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية والتظلمات ويأتي هذا المؤتمر تزامنا مع الذكرى العاشرة لإنشاء الأمانة العامة للتظلمات وتعد هذه فرصة جيدة للمشاركة في هذا المؤتمر ترجمة نانسي قنقر